ومازلنا مع الصين حيث قالت وكالة رويترز أن الصين سعت لمنع تقرير للاتحاد الأوروبي يقول أن بيجين نشرت معلومات مغلوطة عن تفشي فيروس كورونا المستجد وذكرت الوكالة أن التقرير نشر مع إعادة ترتيب أو حذف بعض الانتقادات للحكومة الصينية في علامة على التوازن الذي تسعى بروكسل لتحقيقه مع تأثير تفشي فيروس كورونا على العلاقات الدولية وكان من المقرر نشر التقرير يوم الثلاثاء الماضي لكن تم تأجيله بعد اطلاع المسؤولين الصينيين على تقرير صحفي استعرض نتائج التقرير بشكل مسبق وينضم إلينا عبر سكايب من بيجين الدبلوماسي الصينية السابق ليوان تشينج وحيك سيد لي لعلانا استضفنا قبل ذلك في مسألة أن يبدو أن سواء كان في أوروبا أو للات المتحدة الأمريكية من يقول أن الصين لم تكن واضحة وشفافة وصريحة فيما يخص ما أعلنته من معلومات سواء بشأن المرضى أو أعداد الوفاة أو حتى بدء انتشار المرض والتقرير الأخير لبروكسل يبدو أنه يثبت ذلك فما رأيك؟ أنا رأيي أن شخصيا قد سمعت مثل هذه الكلمات عدة مرات من أمريكا ومن بعض الدول الأوروبية هذا شيء غير العجيب وغير مستقرب ولكن في الحقيقة هذه الكلمات غير صحيحة في العصل لأن أولاً هم صرحوا في البداية أن النتيجة هذا مصدر الفيروس جاء من وخان ثم يريد أن يبحث ويقوم بتحقيق بمعنى لم يحصل على دلائل وأكد على النتيجة هذه الكلمات في الأول وفي الأخير بينهما التناقض واضحة جداً وعلى هذه الوضوحات لا نستطيع أن نعبر عن شيء فقط نقول أن هذه تعبيرات من جانب العالم الغربي شيء مضحك هذا الأول وثاني هناك بسلما تكلم في نشرة أخبار في الوكالة ريتس أن هناك قد يكون هناك قرار أو تقرير من الجهاد الأوروبي ثم ساعة الصين إلى كذا 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 هذا شيء لم أسمع شخصياً أبداً ولكن إذا يكون هذا الخبر أعتقد أنه خبره لم يكن عنده الأساس من السحر هذا نشر عبر وكالة ريترز للأخبار وهي معروفة عنها مصداقيتها في ما ينشر لكن حتى بعيداً عن ريترز الرئيس الأمريكي نفسه انتقد الأداء الصيني والشفافية الصينية في هذا السياق ألمانيا والاستراليا حتى مؤخراً بعض يتحدث عن مطالبات بتعويضات من قبل الصين بسبب الخسائر التي مني بها الاقتصاد العالمي فيما يخص انتشار فيروس كورونا هل فعلاً يجب على الصين أن تتحمل جزء كبير من المسئولية هو أول من ظهر في العالم لأن حسب آخر أخبار حتى بعض الإعلاميين والخبراء في أمريكا يقولون أن من العام الماضي من ديسمبر في عام 2019 ظهرت نفس المرض فيروس كوفيد 19 في ديسمبر السنة الماضية في أمريكا بس هم لم يكتشفوا ولم يعلنوا سيد ليوان اسمح لي هذا يبدو كلامك على غير حتى ما تقدمت به منظمة الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية كل ما أكدته أن كورونا لم يصنع مخبرياً لكن ظهر في الصين نعم ظهر في يوهان هذا ما فيه أي شك بالتالي هل الصين تتحمل جزء من المسئولية العالمية في هذا السياق هذا هو السؤال الآن الآن الصين لا يمكن تتحمل المسئولية لأنه بدون أي حجة أي سبب أي الأساس فقدهم كلام يقول المصدر في الصين وانتشر من الصين ومثلاً في وضع في الأمريكا الآن اجتد وارتفع عدد الوفيات وعدد الإصابات حتى أنا قبل قليل قرأت أن حاكم ولاية نيويورك هو تكلم علنياً أن فيروس في أمريكا جاء من أوروبا وليس من الصين وهذا كلامه هو واقعي هو كلام يعبر الرأي هذا يعني اسمح الفيروس لو حتى لو أتى من أمريكا من أوروبا هذا الشيء وأنه خرج من الصين ومن وهان شيء آخر وبالتأكيد أنت تعلم ذلك على هذه الحال أعتقد سيكون لدينا لقاءات أخرى قادمة في هذا السياق السيد لي وانشينجا الدبلوماسي الصيني كنت معي عبر سكايب من بيجين ترجمة نانسي قنقر